السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا بنات عاملين ايه? وحشيني جدا جدا جدا. اه النهاردة بقى هنعمل مع بعض اه فيديو تنشيتي كده وتشجيعي ليكم. اه هنعمل في ايه النهاردة? فهنعمل النهاردة ايه? هنغسل بقى التلاجة لاني لقيت فيها كده شوية تكلسات من التلب. وتحت لقيت فيه مية كده وقعة زي ما انتم شايفين كده هو. فقلت بقى نغسلها ان شاء الله. اول حاجة نزلت الرف ده كده. وهكذا كل الرفوف. فابدأي ان انا نشيلها كلها وهاخسلها عالصود. اه هاخسلها عالصود كويس وهيشبها تتصفى. وطبعا هنا كمان كل الرفوف دي باشلها كل ده. وبيتغسل وبعد كده هبتدي ان انا اغسل التلاجة وهولكوا على الخلطة اللي انا هاخسل بها التلاجة. فليكم معي. اه خلاص يا جماعة انا هزي ما انتم شايفين غسلت الحاجة كده وسايبها هي تتصفى. وهنروح بقى نشوف في التلاجة اللي هنعمله فيها. وقبل ما نروح هنعمل حاجة هنا. انا حطيت هنا كده مية وحطيت فيها اللسبونشة وحطيت معاها صبون موعين. وكمان رشة خل اللي متعودين عليها علشان التعقيم. اهو بالطريقة دي. يلا بقى نكمل ونروح هنشوف هنعمل ايه التلاجة. حبابي يا عبال لما خلصت بقى الغسيل اللي هي الحاجات الرفوف والحاجات ديت كان زي ما انتم شايفين التلجة واقعه من غير ايه مجهول. لان الجو حر جدا جدا. زي ما انتم شايفين. هبتدي اعمل ايه دلوقتي هبتدي اجيب قماشة واي طبق كده غويت اجزيم او اي طبق عندك يعني وهلم في كل ده كل الحاجات ديت وهرميها في الحوض وهرجع عشان نكمل غسيل التلاجة مع بعض. او بالمناسبة انا شلت المفرش كمان اللي فوق التلاجة واي حاجة فوق التلاجة شلتها. تمام? كده تمام يا جماعة انا فضيت كده الديفريزر خالص زي ما انتم شايفين بقى هنبتدي نجيب بقى اللسبونشة وهنمشي في بالطريقة دي. من فوق ومن تحت ومن الجناب بالطريقة ديت. تمام? هكمل بقى التلاجة كلها بنفس النظام دوت بنفس السبونشة ولو في اماكن ديقة ولا حاجة هعملها بالفرشة دي. يعني الاماكن اللي هي هنا كده دي. اللي هي الاماكن الديقة ديت. هبتدي ان انا جيبها بالفرشة دي. وهاجيلكو بعد ما خلص. بصوا يا جماعة. انا بس بقيد النور بتاعي التلاجة او بشغلها. وقت بس بما باجي اصور علشان اه اخليكم بس تبقوا شايفين ايه اللي انا بعمله. انا خلاص كده خلصت التلاجة كلها غسيل. بصوا بقى هنعمل ايه? خلصنا كده التلاجة غسيل زي ما انا قلتلكو. اه جبت هنا المية بتاعت الشطيف وهنا ده كيس فانيليا. هفتح عليها كيس الفانيليا. وافضي كده. هتدي للتلاجة بتاعتي ريحة رهيبة يا جماعة. هبتدي اعمل ايه دي الوقتي هبتدي بقى ايه بالقماشة كده? اي قماشة قطمة عندك. وهبتدي بقى ايه? امسح التلاجة كلها. وارجع لكم تاني. خلاص كده يا جماعة زي ما انتم شايفين انا رتبت التلاجة ودخلت كل حاجة فيها زي ما كانت. اه بالضبط وحطيت بقى الرفوف والحاجة بتاعتنا. وزي ما انتم بقى شايفين كده. اه ديت كده دي فريزر حطيت هنا في ايه? حطيت انا اه مفرزة لمون ومفرزة حاجات كده. خلينا نبدأ هنا من الاول. دي كده القشطة اللي بحوشها. وهنا ده الكاتشة بالعمل نمعة بعد قبل كده. وهنا كده جوة السبت دوت او الطبق ده بحط فيه كده. اه يعني اي حاجة عايزة افرزها. لمون. اه ده كده البنجر. اه يعني حاجات كده مشكلة يعني. اه هنا ديت اه مربا او سوس فراولا وهنا ده التوم. وطبعا مش بيكرفوا على بعض لان ما فرين كويس. وهنا دي كده جلاش والبسكت ده انا حطي او العلبة دي. حطي فيها كل البوائي اللي عندي. يعني اي بوائي عندي ما برميهاش. اي بوائي طبخة. يعني اه تعمل طبق كده حلو. يعني بينفع في اي يوم تاني. بحطها هنا في كيس او اي كيس شربة او اي كيس اي حاجة بحطه هنا. تمام بينفع برضو. هنا بقى الدور اللي فوق دوت طبعا قصير كده هو شوية زي ما انتم شايفين كده. فهنا بحط فيه كده العلبة دي بحط فيها اكياس اللبن. انا بجيب اللبن اكياس نصف كيلو كده على قدنا. فبحط الاكياس هنا هو. هنا ده كده العيش اللي بيتفضل مننا. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنكل عيش بيتي. فالعيش مطلعة منه ومحمصاه. وهو كده كده بيبقى ناشف. هنا كده ديت كده الجبن الرومي والمتزاريلا. وراهم الفلفل اللي انا مخزناه لان مش مخزناه. الفلفل اللي بيفيد عندي طبعا بيبقى حرام يتريمي وبيبقى كده على الاخر. بيبقى فاضل كم واحد كده. خلاص قربوا يبوزوا. فانا بدل ما يبوزوا بروح حطاهم هنا. اول استخدام بقى بعد كده بروح فرماهم تلكبة. وبعد كده ابدأ استخدم في الجديد. كمان. بنزل هنا هو بقى. هنا كده بحط اي فاكهة عندي طبعا احنا عارفين الفاكهة ما ينفعش دلوقت الدنيا حر جدا ما ينفعش ان احنا نحطها برا. هتضرب وهتبوز. اه حطا هنا كده الاناناس. هنا كده التفاح والموز. وهنا كده العلبة دي فيها اكل النونو. اه بعمل له الاكل بتاعه يعني حاجات وصفات كده بعملها له. اه طبيعية طبعا وبخليها له هنا كده في العلبة. طبعا علبة صحية زي ما انتم شايفين. تمام. هنا كده هنا كده حط الفلفل. طبعا بحط اي طبق بلاستيك عندي بحط فيه فارضيته زي ما انتم شايفين منديه. تمام? هنا كده الخيار واللمون. تمام? هننزل هنا كده. هنا كده الجزر. ورا هنا في شنطة اهي دية الكوسة. الكوسة يا جماعة لما بجيبها عايزة اعادها مثلا يومين تلاتة من لسه مش هتتعمل دلوقتي. بروح حطها في شنطة بلاستيك زي ما هي كده من غير غسيل ولا اي حاجة. بروح ربط عليها كويس. بس ببقى سايبة في الكيس هوا. ما بتبصش خالص. ممكن تقعد معاك بالاسبوع. هيحصل لاش اي حاجة. هنا كده الطماطب. طبعا نحطها في الرف التالت عشان ما تبصش. لو في الرف الاولاني فوق هتبوز. ولو في الرف الاخير هتبوز. هنا كده. ديت كده الخمات بتاعت الخمات الحلويات بتاعتي. كل الخمات الحلويات. هنا كده كل الخمات كل الحاجات بتاعت العطارة. اللي هي التوابل وكده بخاف عليها ان هي تبوز برا لان عندي الجو يا جماعة رهيب. فظيح فظيح يعني حر مش عارف اقول لكم. يعني مش قادر اقول لكم المصور كده كده ازاي دلوقتي. هموت من الحر. هنا بقى. ديت كده هبحط فيها دقيق سواء دقيق درة او دقيق عادي او النشا او كده. علشان برضو ما تبوزش برا لان في الحر اللي عندي في الشقة ده هتثوز يعني في خلال يومين. هنا كده ديت العلبة دي بحط فيها بخلط فيها كده شوية مكسرات. العلبة اللي وراها على طول فيها جبنة قديمة. العلب بتاعت التلاجة هنا حط فيها الردة لان انتو عارفين ان انا بستخدمها في الغبيض. هنا كده حط بلح كان فايد عندي. وهنا كده جوزة الهند وتحت دوت زعتر وروز ماري مجفف وحطهم هنا كده في الشنطة. نيجي بقى للتلاجة. طبعا البيض خرسام من عندي. ده الاخر تلات بضات. بحط هنا البيض. واللي بيفيد بحطه هنا كده بالطريقة دي. هنا كده شوكولاتة فايدة برضو. هنا كده ديت خميرة. دي برضو الخميرة اللي فاضلا من العلبة اللي قبلها. وهنا كده ديت جبنة. تمام. هنا بقى ديت المايونيز المسترده. وهنا ده كده عسل اسود. وورا هنا كده ده كيس كده طحينة تقريبا. وهنا كده الزبادي. دي مش عارفين اللي جابه هنا يعني. وهنا دوت ربنا يعافينا ويعافيكو. ده البيفيتراسين. دوت طبعا مضاد دحاول للحروق والجروح وحاجات كده يعني. دية النوتيللا طبعا اللي احنا عملناها مع بعض. شكلها جميل ازاي. طبعا انا مش بجيب بيبسي ولا اي حاجة. وبالنسبة للرف الاخير المفروض يبقى فيه مياه. انا ما بعملش مياه. انا بحط اكياس مليانة مياه بحطها في الفريزر. تعمل تلج وبعدين بطلحها على الكولمن. انا في خلال الصف بطلع الكولمن. المياه بتحتفظ فيه بالبرودة احسن كتير قوي من يعني من الازايز وكده. فكده تمام. كده يبقى الفيديو بتاعنا كده انتهى. دي يا جماعة ترتيبي وطريقة تنظيف التلاجة. اه ونسيت اقول لكم على حاجة. بصوا كده. الاستاذة دي. ده كده انا عملها زي طبق كده هو. حتى فيه كيس فانيليا. طبعا دوت مجرد ما بتقفل التلاجة وتيجي تفتحيه. بيبقى رحته وهم يا جماعة. فظيعة 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 بتبقى طبعا التلاجة كلها رحتة بانيليا. اه اتمنى تكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. يكونوا استفدتم منه. ولو عجبكم البقى الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. وهستنى بقى تعليقكم جميل. وتقول لي اي رأيكم في طريقة تنظيف وتعطير التلاجة. وطبعا ما تنسوش خالص موضوع البانيليا. هيفرق معاكم في التلاجة جدا. ولايك شير وسبسكرايب. وهستنى تعليقكم. واخر حاجة اولاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة